في نبأ عاجل استعرض الرئيس عبدالفتاح سيسي بعنظير الأمريكي جو بايدن المبادرات والجهود المصرية للتوصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وأشار إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تدليلها خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهل القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم مؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليات اهتجاه تحقيق هذه الأهداف وصرح متحدث الرئاسة أن الاتصال بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين كما تم تناول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة الحرب في قطاع غزة حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف اطلاق نار إنسانية وذلك بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهاء والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة من جانبه أشهد الرئيس الأمريكي بالدور المحورية الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الدعمة للأمن والاستقرار في المنطقة وأكد على دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدقوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة كما جدد رئيسان الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط برمته موسيقى